ولنقاش هذا الملف والوقوف على الوضاع في أفغانستان في ظل سيطرة طالبان على العاصمة والمستجدات الأمنية الأخيرة بعد تفجيرين ينضم إلينا عبر منصة زوم من مدينة إسطنبول التركية الكاتب المتخصص في الشأن الأفغانية دكتور أحمد موفق زيدان أهلا بكم دكتور أهلا بكم دكتور كيف يمكن قراءة التفجيرين الأخيرين في محيط مطار كابول في ظل التحذيرات التي سبقت هذين التفجيرين بكل تأكيد هذين التفجيرين وقعوا في كابول اليوم بعد أن حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وحذرت أجهزة غربية كثيرة من وقوع هذه الانفجارات وحتى أنها توقعت بأن هذه الانفجارات قريبة وحذرت الناس من الاقتراب من مطار كابول كل هذه المؤشرات الحقيقة مؤشرات غريبة وفيها شيء غرابة بمعنى أن مثل هذه التفجيرات لو كانت بكل تأكيد أن الأجهزة الغربية التي حذرت من هذه التفجيرات تديها معلومات تفصيلية أكثر لو أنها تشاطرت هذه المعلومات مع الحكومة الجديدة أو مع حركة طالباء الأفغانين الموجودة في كابول ربما لا تم تجنب مثل هذه التفجيرات هذا الرقم واحد على صعيد الموجود في مطار كابول كما تعرفين بأن الذي يتحكف في مطار كابول والمسؤول الأمني لمطار كابول هي القوات الدولية في أفغانستان وبالتالي من يتحمل مثل هذه التفجيرات كان هذه القوات بمعنى أنك عندما تأتينا بعشر كيلو عسل وتضعينه في أرض مفتوحة بكل تأكيد سيلتم عليه الذباب والنحل وغيره وبالتالي وجود هذه القوات الدولية مع وجود متعاونين أفغان في هذا المكان في مكان صغير بكل تأكيد يغري كثير من الجماعات المتطرفة مثل داعش وغيرها من أجل أن ينفذ مثل هذه العمليات انتقاما من الولايات المتحدة الأمريكية وربما انتقاما بالأكثر مع حركة طالبان الأفغانية لأنه كما تعرفين الناس دائما يكون أكثر شيء عذاوة لبعضهم أبناء المهن أو أبناء المهن الواحدة وبالتالي داعش تنظر إلى حركة طالبان على أنها المنافس الأساسي لها وتنظر إليها كما تعرفين في البيان الأخير الذي صدر لداعش بالأمس أنها حركة مرتدة حركة الأفيوب كما أطلقوا عليها وبالتالي فرصة مناسبة من أجل محو لحظة كابول أو لحظة سايكون الأفغانية وهالحظة الانتصار بالنسبة لحركة طالبان الأفغانية أن تمحى هذه اللحظة من خلال هذين التفجيرين الذين ربما يجعل صورة حركة طالبان ضعيفة أمام المجتمع الدولي وأنها غير قادرة على ضبط الأمن في كابول ولكن الحقيقة الذي يتحمل المسؤولية يتحمل المسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية لأن حركة طالبان الأفغانية في المحصلة إذا سمحت للناس بانتثاب إلى المطار هكذا بدون تدقيق ربما يحصل ما حصل اليوم من تفجيرات وإذا لم تسمح يقال لها بأنها تضيق على الناس الذين يريدون أن يخرجوا من أفغانستان وبالتالي أنا بأتقادي ربما في هذه الأيام حتى يتم تسليم مطار كابول للحكومة الجديدة في أفغانستان ربما قد نشأ تفجيرات أخرى حتى يتم ضبط الأمل لأننا تحدث ربما عن عشرة ألاف مواطن يتجمعون في داخل المطار وفي خارج المطار وهذا الأمر لا يمكن ضبطه لأنه تعرفين أن هذه العمليات قد تحصل في الولايات المتحدة الأمريكية تحصل في أوروبا تحصل حتى في العراق رغم هناك تنسيق أمن عالي المستوى بين القوات الأفغان العراقية والإيرانيين والأمريكان وما هذا تحصل مثل هذه العمليات فمن باب أولى تحصل مثل هذه العمليات في كابول التي سيطر طريق حركة طالبان قبل أيام كان هناك فترة زمنية محددة لانتهاء تاريخ هذا الإجلاء وكانت 31 من الشهر الجاري اليوم من خلال تصريحات الدولية ومنها الأمريكية بدأت تجاه جديد للاتجاه نحو تمديد عمليات الإجلاء إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة ومعها الحلفاء تأمين وضع المطار وتأمين المدنيين المتواجدين في محيطه لفترة أبعد من نهاية الشهر أنا باعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية عانت أنا لا أعرف عن هذا التمديد لكن أعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت أنها ستلتزم بال31 من أغسطس وكثير من الدول قررت الالتزام ب31 من أغسطس 31 من أب وبالتالي أنا باعتقاد التمديد ليس لا في صالح الدول هؤلاء الذين يطالبون بالتمديد ولا في صالح الشعب الأفغاني بأن هذا التمديد يجعل مسؤولية أمن مطار كابل لا نعرف من هو المسؤول عن أمن مطار كابل لا يمكن أن تأخذ منطقة صغيرة أو مربع صغير وتقولي أنا موجود فيه وتتهمي الآخر الذي هو موجود خارج المربع بأنه هو مسؤول عن أمن هذا المربع الحقيقة الأمن هو قضية تكاملية وبالتالي المسؤول عن الداخل المسؤول عن الخارج أو لابد أن يكون هناك تنسيق الافتقاد إلى التنسيق مشكلة عدم وجود حكومة أفغانية مشكلة لأن وجود حكومة أفغانية يجعل أن هناك جهة واحدة مسيطرة على الوضع وبالتالي حركة الطالباء الأفغانية تصر على أنه لا حكومة أفغانية ما لم تنسحب القوات الأمريكية لأنه لا تريد أن تعطي الرسائل للداخل أو للخارج بأن هذه الحكومة تم تشكيلها في ظل الاحتلال حتى لو كان احتلال لمطار كابل فقط وبالتالي أنا باعتقادي كل الأمور مرتبطة الآن بانسحاب القوات الأمريكية رقم واحد ثم بقدرة حركة الطالباء الأفغانية على تشكيل حكومة أفغانية مقبولة للداخل لتكون بدورها مقبولة للخارج وتستطيع أن تقوم بمهامها وتضع أولوياتها وأوليات الشعب الأفغاني بشكل مرتب وبشكل إفعال ما أحدنا تحديات التي تواجه حركة طالبان للحفاظ على الاستقرار في الأيام والأسابيع المقبلة أنا باعتقادي أهم تحدي رقم واحد التحدي وربما التحدي رقم اثنين وثلاثة وأربع هو تشكيل الحكومة الأفغانية لأنه بتشكيل الحكومة الأفغانية تنتهي تنتهي أنت من التحديات كثيرة أولا تنتهي من التحدي السياسي لأن تعرف السياسة هي عبارة عن حصان وراءه قاطرة اقتصادية وقاطرة أمنية وقاطرة تعليمية وقاطرة الاعتراف الدولي وبالتالي حركة طالبان الأفغانية تركز الآن في اتصالاتها مع القوى الأفغانية الفاعلة على الأرض إن كان الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أو قلب الدين حكمة يار أو عبد الله عبد الله أو حتى اليوم الذي حصل الاتفاق في وادي بنجير بين حركة طالبان الأفغانية وبين أحمد مسعود الصغير نجل أحمد شهما سعود القائد الأفغاني المعروف بأن يكون هناك تهدئة بين الطرفين وأن لا هجوم الطرف على الطرف الآخر بأن حركة طالبان لا تريد أن تشوه تلك السمعة الجيدة التي دخلت بها كابول بدون إراق الدماء ولا تريد أن تفسد هذا الانتصار بدون إراق الدماء في معارك في بنجير ولذلك أنا أعتقد بأن تشكيلة الحكومة الأفغانية المقبلة ستكون مؤشر كبير جدا على طبيعة الحكومة وعلى طبيعة الحالة التي تعيشها أفغانستان وبالتالي نستطيع أن نضمن أن تكون هناك حالة من الاستقرار الأمني أو الاستقرار الاقتصادي أو الارتياح مع المحيط الأقليمي والمحيط الدولي ما لم تتشكل هذه الحكومة أنا أعتقد سنبقى نواجه احتكاكات أمنية وربما نواجه تحديات كبيرة جدا إلى أي مدى حرك الطالبان الأفغانية ستستطيع أن تتخطى هذه الأزمة أنا أعتقد هذا مرهوم بالأيام المقبلة وتحديدا في الواحد وثلاثين من آب إن انسحبت القوات الدولية من أفغانستان ولذلك الآن خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة من الآن حتى الواحد وثلاثين من آب أغسطس فترة قصيرة جدا ولكن على حركة الطالبان أن تنهي هذا الملف بهذه الفترة لتقدم للعالم حكومة أفغانية رقم واحد مقبولة للشعب الأفغاني ولكل اتياف الشعب الأفغاني خصوصا وأننا نعيش نحن الآن أفغانستان جديدة ونعيش أيضا طالبان جديدة ولكن إلى أي مدى طالبان الجديد تستطيع أن تتواءم مع أفغانستان الجديدة التي تغيرت كثيرا خلال العقدين المعبئين دكتور أشرتم إلى ما كنت سأسألكم عنها لاحقا باعتباركم أحد الخبراء في الشأن الأفغاني وبقيتم فترة طويلة هناك ولديك مؤلف عن الحركة إلى أين تتجه الدولة الأفغانية الجديدة التي تحدثتم عنها ممثلة بحركة طالبان الحقيقة لحد الآن المشاورات مستمرة لا أدري فيما إذا كانت ستقنع الأطراف الأفغانية الأخرى بالانضمام إلى هذه الحركة إلى هذه الحكومة الجديدة لا تزال بعض الأطراف في حركة طالبان الأفغانية تصر على التمسك ربما في بعض المناصب المهمة لا ندري فيما إذا كانت هذه الحكومة الجديدة ستكون نسخة ثانية عن الإمارة الإسلامية أيام الملة محمد عمر وإن كنا بدأنا نسمع مؤشرات من قبل قيادة حركة طالبان أو مسؤولين في حركة طالبان بأن هبة الله الأمير المؤمنين الذي كان للإمارة أو للحركة بدأ يطلق عليه اسم زعيم وليس أمير بمعنى أن النسخة الجديدة من حركة طالبان الأفغانية ستكون حكومة أو دولة بعيدة عن أمير المؤمنين أو الممثل الروحي أو الأب الروحي للدولة الأفغانية وبالتالي ستكون الحركة أو الملة هبة الله منفصل تماما عن موضوع الدولة ستكون الدولة منفصلة عن الحركة وهذا ربما يكون إذا حصل أمر إيجابي إلى أي مدى ستقنع حركة طالبان حكمة يار ولا كرزاي ولا عبدالله عبدالله بالانضمام للحركة وبالتالي يستطيعون أن يطمئنوا هؤلاء الثلاثة دول خارجية وقوى داخلية في أفغانستان هذا تحدي كبير جدا لا ندري فيما إذا كانت منصب مثل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء سياثة بلا حركة طالبان أو لهؤلاء المعارضين ما زال هناك أخذ ورد في الموضوع المناصب الحساسة كما هو معروف يبدو أن حركة الطالبان الأفغانية مصر على التمسك بالمناصب الحساسة تحديدا وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والاستخبارات والمالية شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد موفق زيدان الكاتب المتخصص في أشأن الأفغاني حدثتنا عبر منصة زوم من مدينة إسطنبول تركيا ترجمة نانسي قنقر